اشتركوا في القناة في هذه الظروف العصيبة التي يقاسي فيها الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب والدمار في قطاع غزة معربا عن التقدير الكبير للمواقف المشرفة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال ودعوات جلالته المتواصلة لإشاعة السلام والأمن والتعايش بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة وكلفا فخامة الرئيس الفلسطيني سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وامتنانه لمواقف مملكة البحرين المخلصة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتمنياته للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار واستعرض فخامة الرئيس الفلسطيني مع سعادة وزير الخارجية أخر المستجدات وبحث سبل مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي مطالبا بإنشاء ممرات إنسانية دائمة لإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والذهاب لمؤتمر دولي للسلام مؤكدا رفض أي حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة أو للقضية الفلسطينية وتمسك بالحل السياسي الشامل المستند للشرعية الدولية الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية مجددا رفضها تهجير أبناء فلسطين من بيوتهم وأرضهم سواء من غزة أو الضفة أو القدس وثمن فخامة الرئيس الفلسطيني مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيقة الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي مجددا الدعوة لعقد قمة عربية طارئة من جانبه نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس محمود عباس وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية والتوفيق وللشعب الفلسطيني الشقيق بالأمن والسلم والاستقرار وأكد سعادة وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت تجاه قضية الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وحرصها واهتمامها بأن ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وأقرارات الشرعية الدولية كما أكد سعادة وزير الخارجية على موقف مملكة البحرين الرافض للحصار المفروض على هالي غزة وتهجيرهم من أراضيهم والداعي إلى فتح أفاق للعملية السلمية وصولا إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وقال سعادة وزير الخارجية أن علينا أن نعطي الأولوية لحماية المدنيين على جانبي صراع وأن ندينا أي عمل يؤدي إلى خسارة أرواح برية وأن على المجتمع الدولي أن يقف متحدا ضد قتل الأطفال والنساء والعجز والمدنيين أينما كانوا لأن موتهم لن يحل القضايا الأساسية بل سيغذي أجيال مليئة بالغضب والتعطش للانتقام وعرب سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني عن الشكر لاعتماد للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة تبنته مئة وعشرون دولة في الجمعية مشيرا إلى أن العالم يطالب باتخاذ إجراءات لوقف الحرب وقد حان الوقت للاستجابة لنداءاتهم وعلينا أن نعمل بدون كلل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يضمن سلامة وأمنى جميع الأطراف وقال سعادة وزير الخارجية أنه ينبغي علينا أن نؤكد التزامنا بالتعايش السلمي في الشرق الأوسط وأن الطريق الوحيد إلى السلام الحقيقي يكمن في إقامة دولتين دولة إسرائيلية آمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة ويجب أن يكون هذا هو الأساس الذي نبني عليه مستقبلا للمنطقة ينعم بالرخاء والوئام والكرامة لجميع شعوب المنطقة وإنهاء هذا الصراع وفي هذه الأوقات الصعبة من الأهمية أن ننسق بيننا وأن نتكاتف ونتعاون وكذلك أن نجتمع معا كمجتمع عالمي لمعالجة الوضع المرعب الكارثي في غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتدعو مملكة البحرين والمجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بما يسمح بمرور الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية للوصول إلى المحتاجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر